أحسن الله إليكم وبركة فيكم فضيلة الشيخ أبو صالح من القصيم يسأل ويقول يسأل كثير من أصحاب المحلات التجارية عن عمل يقومون به وهو أن صاحب المحل يتفق مع شخص على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف فيه من بيع وشراء ونحو ذلك وعلى هذا الشخص أن يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ مؤين قد اتفق عليه وراضي كل منهما بذلك فهل يصح مثل هذا العمل؟ هذا ما يسمى بالتستر وهذا يعمل مع الأجانب الذين لا يسمح لهم بفتح محلات يلجأون إلى فتحها باسم أشخاص مواطنين ويدفعون لهم مقدارا من المال وهذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما وهذا ممنوع 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 ممنوع